مجلس النواب النهاردة وافق مبدئين على مشروع قانون إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية زي ما بقولها حضرتكو مبدئين رئيس المجلس سيادة المستشار الدكتور حنا في جبالي قال إيه قال لمساس أو انتقاس من الخدمات المقدمة للمواطن المصري توازن بين المصلحة العامة في جذب مستثمرين والخدمات المجانية والتأمين الصحي ده كلام مهم كمان كان فيه كلمة النهاردة مهمة سيد الناب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب قال إن القانون اللي قدمته الحكومة أو إنه هذا القانون قال إنه فكرة للحكومة خارج السندوق أسنى على هذا القانون وأكد إن دي فرصة فرصة استثمارية يجب إن مصر تستغلها وتسوقها تسوقها وتعملها عملية تسويق لمنظومة جديدة وده يعمل جذب واستثمرين من الخارج في مجال الصحة خاصة السياحة العلاجية اللي احنا بنتماز بيها وإزاي معالجة المواطنين كمان بتكلم على تصدير الفكرة أو الاستفادة من الأفرقة في هذا الملف خصوصا إن انت بتتمتع بالفعل كمصر في حاجات كتيرة جدا تقدر تستفيد منه إن انت تصدر ده تصدير لملف مهم فكرة إزاي إنك تحول الصحة لصناعة وتصدير مهم وأشار لدول كتيرة حوالينا ومصر مش أقل من أي دولة إنها تقدر تاخد هذه الخطوات تعالوا نشوف التقرير كلمة سيادة النائب محمد أبو العنين ونعود ونتوصل مع حضرتك سيادة النائب محمد أبو العنين شكرا سيادة الرئيس حقيقة أنا بحيي الحكومة على الفكر خارج الصندوق اللي تقدمت به وبحيي اللجنة الموقرة على كل التعدلات اللي قاتت فيه سلب الحنون المعروض سيادة الرئيس أريد عاوز أنزر الموضوع منظور اقتصادي من وجهة نظر أخرى جديدة خالص احنا شايفيني النهاردة المشاكل والعجز اللي موجود في مستوى الخدمات الصحية كما وكيف وعلى مدار العشرين سنة اللي بات دي كلها احنا عادينا بنتكلم على المشكلة اللي بتقرقنا كلنا في كل الدوائل هذه الأواني النهاردة نشوف مشروع جديد بتكلم فيه دولة عن فكر جديد عشان مشروع بتقدم النهاردة وكلمة التزام أنا عاوز أستخدمها كعنوان تسويقي جديد لتسويق المشروع كلمة التزام أنا بقاطب به طبقة أخرى أنا بقاطب به عقول مستثمر جيد أنا بقاطب به اسم عالمي جديد متخصص في مجال الصحة أنا عاوز أعمل مصر هاب جديد لعلاج أفريقيا عاوز أتكلم على مستوى جديد من الاستثمار اللي يجيني أسكنه في مصر بدل ما أشوف الجماعة الأفرقى اللي رايح هنا واللي رايح هنا واللي رايح هنا عاوز أشوف الأفكار اللي بتحدث النهاردة في بعض البلاد العربية المجورة لاستقطاب الأسماء العالمية عنده يسكنها بمشروعات جديدة أنا عاوز أقول إن أن الأوان بالخبرة المصرية المتخصصة من الدكاترة والعلماء المصريين والإمكانيات الموجودة بالتحفيز وحتى سيادة الرئيس يتكلم في مؤتمر وقال إحنا ما عندناش منع أبدا إن إحنا نقدم مشروعات جديدة استثمارية جديدة نبني فيها المستشفيات ونبني فيها المعامل المتخصصة عندنا ويجي حد يدير القضية هي قضية إدارة وقضية تكنولوجيا وقضية ذكاء الصناعي جديد بيعالج من بعد وقضايا أخرى متعددة تعمل قيمة مضافة ده موضوع يخص الصادرات ده موضوع يخص الصادرات مصر بالعملة السعبة لمستوى جديد وفكري جديد أنا أرجو القانون لوحده مش هيعمل ده لكن منظومة جديدة لخريطة استثمارية طبية جديدة ونستغل فرصة أن في الشهر القادم إن شاء الله في مؤتمر اقتصادي عالمي كبير هيحضروا جماعة بتقعد الاتحاد الأوروبي كلهم أنا أعتقد أنه فرصة جديدة نقدم مئة مشروع طب جديد كاملين ومسكنين في العماقل المختلفة في مصر وبالحوافز والضمارات الموجودة حوافز تحفزية جديدة نقدر فيها نفعل القانون ونقدم فكري جديد للإقتصاد العالمي والمشروعات العالمية اللي ممكن إحنا نسكنها في مصر أنا حقيقة ست رئيس هو ده يعني باختصار اللي أنا عايز أقوله وعاوزين نجري ونسوق أنفسنا كيف يمكن تسويق هذا المشروع كيف يمكن إقناع المستثم الأجنبي وعايز أقول إن الكم المعروض اللي إحنا ألينا عليه في مصر كل مين حياغض دي مستشفى القديمة ومكبلة بحياة تعرفين اللي مستوىها عامل إزاي ومحتاج عشان تتحدث عاوزة يعني جزء جبير جدا للإنفاق عليها وعمل خبرة جديدة ونجيب البراند نيميك كبير نسكنه في مصر هنا عشان مصر تبقى لها إحنا عندنا مثل سات الرئيس في موضوع بايروس سي بايروس سي مصر نكحت إنها تقضي عليه الحمد لله بعد عناع كبير جدا لكن إحنا معرفناش لغاية النهاردة نسوقه على مستوى العالم معاملناش لمراكز التربية نسوق فيها العالم اللي عنده فيروس سي في العالم كله يجينا الهند عملوا كده عملوا مركز موجود هناك في الهند عشان يعالجوا المرضى فيروس سي ودول بتدفع للمريض للهند أنا نفسي مع السيحة الإلاجية ومع فيروس سي نقدر نقدم نفسينا في سلوب جديد وشكرا سيد الرئيس شكرا